رسالة لكل مريض بمرض مستعصد مرض مؤلم أبشر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل أو المرأة لا يكون لهم عند الله المنزل العظيم في الجنة فما يبلغها بكثرة عمل ما عنده لا كثرة صوم ولا كثرة صلة ولا كثرة عباده فما يزال الله يبتليه في الدنيا بما يكره حتى يبلغه تلك المنزلة فأبشر وأبشر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن في جسده اسمعت يا مريض في جسده ونفسه وماله حتى يسير على الأرض وليس عليه خطيئة أبشر وأبشري فإن الله يجهزكم لمقعد صدق عند مليك مقتدر فقط اصبروا واحتسبوا رسالة لأهل المريض هنيئا لكم الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى على صبركم واحتسابكم ورعايتكم للمريض النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عاد مريضا يعني من زار مريضا فقد غاص في رحمة الله فإن جلس عنده استقر في الرحمة كيف لا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من زار مريضا في الصباح استغفر له سبعين ألف ملك حتى ينزل ومن زار مريضا في المساء استغفر له سبعين ألف ملك حتى يصبح فما بالكم وانتوا فيتين طلعين على المريض كل شوي بتدخل عنده بتدعوله بتصبروه تخيلوا الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى برعايتكم لهذا المريض وانشروا هذا المقطع وطمنوا قلب المريض وقلب أهلهم واجبروا خاطرهم وخففوا عنهم خفف الله عنكم ترجمة نانسي قنقر